وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 400 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 37 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 27 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 6 أطنان أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 628 قضية من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 92 طن أقماح محلية